أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنها تلقت في الأسبوع الماضية تقارير مروعة من مرافق الأونروا في جبال شمال غزة أوضحت الأونروا أن النازحين بمن فيهم الأطفال قد استشهدوا وأصيبوا أثناء لجوءهم في أحدى المدارس التابعة للأونروا والتي حاصرتها دبابات القوات الإسرائيلية مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قد أضرمت أنيران في خيام النازحين في مدرسة الأونروا بالإضافة إلى تدمير يؤلحاق الأضرار بأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة كما حذرت الأونروا من أن منشآتها ليست هدفا وأنه يجب أن تتوقف هذه الهجمات وعلى العالم أن يتخذ إجراءات لمحاسبة مرتكبيها